ولتعليق على نتائج مؤتمر سوتي ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل السياسي السوري صالح فاضل ألم بك سيد صالح مرحبا بكم حياكم الله سيد صالح بعد انتهاء مؤتمر سوتي وتشكيل لجنة دستورية كيف تقيم هذه الخطوة في سبيل التوصل إلى الحل السياسي في سوريا حقيقة أستاذة والسادة المستمعين بارك الله بكم جميعا أنا أتيت من الداخل منذ يومين ووجدت أولا أن القاعدة الشعبية لمؤتمر سوتي هي صفر تمام صفر بامتياز لم يذهب إلى سوتي ومثلين عن الشعب السوري وإنما هؤلاء مجموعة من الباحثين عن الأضواء أو مصفقين أو اختراقات النظام وذلك حسب الشريحة التي ذهبت أو مجموعة من الجهل الذين ينتازون بالغباء السياسي المطلق أمر الآخر من هذا المنطلق ومن نوعية المشاركين في سوتي والمدعوين نستطيع أن نقول أن القيمة التي خرج بها سوتي هي لا تساوي قيمة تيكت طائرة لراكب واحد متافر إلى سوتي هي لا قيمة لها إطلاقا لا اعتراف دولي ولا اعتراف محلي بل ولا قناعة روسية الآن بنتائج هذا المؤتمر ولذلك أحالت هذه اللجنة وربطتها بأخوة مشاركين غير مشاركين عقوا في سوتي لإكمال المهمة الدستورية المرفوضة سلفا من شعبنا في سوريا لكن بالنهاية وصلوا لنتيجة تتعلق بالدستور وكذلك ربطوا سوتي بجونيف كيف سيؤثر مؤتمر سوتي برأيك وبهذه النتيجة التي توصل إليها على الجولة القادمة في جونيف لا أثر إطلاقا لسوتي في موضوع جينيف على الإطلاق وإنما الإحالة والربط بجينيف كانت نتيجة فشل سوتي وعندما فشل سوتي أراد الروز أن يخرجوا بشيء من ماء الوجهة ولكنهم لم يخرجوا فأحالوا هذه المسألة وربطوها بجينيف نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي رفضت سوتي وبالأخير المشكلة السورية الآن أصبحت قضية تخص الشعب السوري وتخص المجتمع الدولي الشعب السوري رافض لسوتي ومقراراته والاشتراك به والمجتمع الدولي أيضا الأوروبي والأمريكي بنفس الوقت يرفضون سوتي فروسيا أصبحت تغني على ليلاها وعلى ليالي هؤلاء المشاركين الأقزام الذين لا يمثلون الشعب السوري بحالة من الأحوال ومن الطريف أنا سألت أحد المشاركين في سوتي عن عاصمة روسيا فلم يعرف هي عاصمة روسيا لأنه لا يملك حتى الشهادة الابتدائية عوضا عن عدم ممارسته لأي عمل سياسي على الإطلاق وإنما عملهم بالخياطة وخياطة الأحيان بالعودة إلى روسيا سيد صالح روسيا لازالت تمارس نوعا من الدور المؤثر بشكل أو بآخر في المشهد السوري سواء من خلال قصف المدنيين أو إفشال قرار مجلس الأمن للإغاثة في سوريا أو غيرها من الأدوار التي تلعبها سوريا عسكريا على الأرض في سوريا ما هي الدوافع الروسية من كل هذه الأدوار؟ الحقيقة يعني اليوم طبائع الاستبداد أو طبيعة المستبدين هي طبيعة واحدة الطبيعة الأسدية هي نفسها الطبيعة الروسية عندما يرفض الشعب السوري شيئا من الاستحقاقات الرئاسية السورية تجد أن الطيران السوري يقصف المدنيين وبطريقة عمياء هنا وهناك أيضا الروس عندما فشلوا بسوتي أو عرفوا حتى مسبقا أنهم سيفشلون بدوا بممارسة الضغط على الشعب السوري ولكن ليس ضغطا سياسيا وإنما ضغطا إجراميا عسكريا بضرب المدنيين لكي يضغطوا على أسواق للمشاركة في سوتي وما علموا أن تاريخ الثورة السورية مشبع بالدماء الطاهرة وأنهم مستمرون في ثوابت الثورة حتى تحرير كل شبر من سوريا وإسقاط النظام الأسدي وعملائي في سوتي أشكرك جزيلا شكرا المحلل السياسي السوري صالح فضل كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول